الحقيقة المشهد الجامعي في مصر مشهد متميز ومتنوع جداً وبيتسم بالجودة، جودة التعليم عندنا تنوع في الجامعات، جامعات حكومية وخاصة وجامعات أهلية وجامعات أكولوجية خلال العشر سنوات الأخيرة شفنا تغييرات كبيرة في قطاع التعليم الجامعي بسبب تطبيق مجموعة من الاستراتيجيات المتطورة تهدف لتحسين الجودة والارتقاء بكافة أركان المنظومة التعليمية المؤشرات الدولية رصدت قفزة غير مسبوقة في هذا القطاع تحسن ملحوظ في ترتيب الجامعات المصرية وعددها في كافة التصنيفات العالمية احنا شايفين الطفرة وحسنها لكن محتاجين نعرف تفاصيل عنها ازاي أثرت الطفرة دي على التعليم الجامعي؟ بدورنا وبيشرفنا النهاردة في استوديو الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق اللي حيوضح لنا تفاصيل الاستراتيجيات والنتائج كمان إيه اللي حقيقتها المنظومة دي خلال السنين الأخيرة يا دكتور احنا بنسعد بوجود حضرتك أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا فاند شرف ليه؟ صباح خير حضرتك شايف أن احنا عندنا مستوى من التعليم الاختلاف فيه ارتقاء حصل في التعليم فيه تنوع في التعليم فيه اختلاف لشكل الجامعات الحركة تقول الأسباب اللي وصلتنا أن احنا دلوقتي قاعدين والولاد ما شاء الله قاعدين عملين يختاروا ما بين جامعات مختلفة سواء جامعات معلوماتية أو جامعات أهلية أو جامعات حكومية وغيرها 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 الحقيقة ما أتفق مع حضراتكم أنه فعلا حصل قفزة يعني هائلة في مجال التعليم العالي في مصر خلال الفترة الماضية على أقل العشر سنوات أو يمكن على وجه الدقة السبع سنوات اللي فاتوا يعني الحقيقة وده الإجابة المختصرة الحقيقة فيه بقى لما نيجي نحلل الوضع فيه عناصر وبعدين فيه معايير أو كيبي آيز للتقييم يعني العناصر الموجودة عندنا طبعا أولا الطلبة اللي بيجونا من السنوات العامة المستوى بتاع الطلاب اللي بيجي من السنوات العامة هل هم على المستوى اللائق للجامعة أو للأقا بعد كده بيجي أعداد جامعات لأنه فيه حسب التقييم العالمي أو يعني الدراسات العالمية أنه لازم يكون فيه جامعة لكل مليون معاطن وإحنا عددنا مثلا دلوقتي ما شاء الله بقينا 110 فيعني يبقى هو ده العدد المناسب لنا وإحنا ماشيين في هذا الطريق الحاجة التانية التدريس نفسه من ناحية تحديث المناهج من ناحية التدريب العملي مش بس مجرد من حضرات النظرية من ناحية الاستحديث أي مناهج وتخصصات جديدة التقنيات الحديثة في تطبيق التعليم على المستوى العام بالنسبة للدولة كمان بعد كده مستوى وجودة تدريس وهنا الحقيقة موضوع التفرغ أن يتفره جزء من أعضاء هيئة تدريس لعملهم موضوع هام دلوقتي وملح ونتمنى أنه ياخد اهتمام الدولة كجزء من منظومة التعليم بعد كده التكامل ودي الخطة الاستراتيجية للمفروض يحصل تكامل بين الجماعات ومن بعض والخطة الاستراتيجية الحديثة لوزارة التعليم العالي أنها تقسم الجمهورية لمناطق سبع مناطق على أساس أن يبقى فيه نوع من الانتجريشن أو التكامل مع الجهات اللي هي مستفيدة في الجامعة ييجي بعد كده التعاون الدولي ده مهم جدا وبعدين المنتج بقى هل يتناسب مع سوق العمل ولا لا دي العناصر اللي احنا الحقيقة التعليم العالي في مصر ماشي فيها طيب التقييم بقى إزاي احنا نقدر نقول احنا كويسين ولا لا الكيبي آيس بتاعتنا ايه أول حاجة تصنيف الجماعات احنا كان عندنا لغاية 1908 ما كانش فيه لجمعة القاهرة بس في أهم تصنيف عالمي اللي هو تصنيف شنغهاي بتاع الصين دلوقتي بقى ما شاء الله في 7-8 تصنيفات جماعية بنعد بقى بطلنا نعد يعني عدد الجماعات اللي داخلت تصنيفات كتير الحاجة التانية مستوى الطلاب مستوى الطلاب دلوقتي أحسن بالذات مثلا في مجال تخصوصي اللي هو الطب يعني تغيير البرامج أو المناهج من 6 نظري زائد 1 عملي إلى 5 نظري زائد 2 عملي أثر وأدى إلى مستوى الطبيب الفترة اللي فاتت يتحسن رضا أعضاء هي التدريس مهم جدا أن احنا من خلال التقييم نعرف إذا كان احنا كويسين ولا لا رضا أعضاء هي التدريس ارتفاع مستوى البحث العلمي احنا مثلا في تقييم سيماجو بتاع اللي هو على العالم احنا مصر دلوقتي بقت 36 على مستوى العالم وأخيرا بقى معارض سوق العمل اللي هي المفروض اللي هي بتتعمل بين الشركات وبين الخارجي في الجماعات والكليات المختلفة عشان نقدر أن احنا نزيل فجوة الثقة اللي موجودة بين الاند يوزر وبين المنتخل يعني في كافة الجوانب على مستوى الطالب على مستوى عضو هيئة التدريس البيئة التعليمية بشكل عام احنا بتتكلم على طفرة كبيرة حصلت في الجماعات المصرية بش بس كما لأ ده نوعا وكيفا احنا بتتكلم على جودة التعليم وكيفية استحداث هذه المناهج في هذه النقطة تحديدا دايما اي جامعة في اي مكان في الدنيا تستهدف ان تقدم خريجين يلبوا طلبات سوق العمل المتغير واحنا في العالم كله سوق العمل بتغير متطلباته من يوم لليوم التاني بشكل سريع في هذه الجزئية تحديدا ازاي الجماعات المتغيرية في الاستراتيجية الخاصة بتطوير وارتقاء المنظومة التعليمية للجماعات بتضع نصب عيونها سوق العمل بش بس المتغير العالمي من خلال استحداث مناهج وكليات جديدة الحقيقة التنوع يعني بقى في دلوقتي تنوع في المستوى أو يعني في النوعية بتاعت الجماعات والكليات بالاضافة للتنوع بقى فيه نوع من التوزيع الجغرافي اللي هو يشمل كل المناطق اللي موجودة بحيث انها تغطي هذا الكلام التنوع عندنا دلوقتي الجماعات التكنولوجية الحقيقة الجماعات التكنولوجية بقت مهمة جدا وهي بتاخد الطالب يعني اللي بيدخل فيها بيبقى الطلبة اللي هي مثلا دخلوا بإعدادي وسنوي في نفس التخصص وبعدين يدخلوا المعهد العالي أو الكلية دي الحقيقة رفض هم جدا بالنسبة لنا في نصر غير كده بقى كل جماعة لها خصوصية حسب المنطقة اللي فيها صحية مجتمعية مجتمعية وده اللي مطلوب ان احنا يبقى فيه خدمة المجتمع الحاجة التانية بقى التعاون مع برة يعني بقى فيه اتفاقات كتير قوي مع برة فبالتالي فيه طلبة كتير قوي لما بيتخرجوا بيسفر اشتغلوا برة وفيه ناس وده على فكرة من احد اهم معايير تصنيف الجماعات ان احنا يبقى عندنا طلبة من برة بيدرسوا في مصر ويبقى عندنا احنا اسازة من عندنا بيدرسوا برة واسازة من برة بيجي درسوا عمدنا وده الحقيقة متاح دلوقتي لان المستوى بتاع الجماعات بتاعتنا متناسب جدا مع مستوى الجماعات اللي موجودة برة فكرة اتفاقيات الشراكة واتفاقيات التوأمة اللي بتحصل والسكولرشيبس اللي حصل توسع فيها سواء من المصر للخارج او من الخارج لمصر يعني وجود مستويات تعليمية مختلفة ما بين ان ولادنا بيحتكوا بالخارج او ان احنا بنستضيف كمان ناس تيجي تتعلم من خبراتنا ده اعتقد انه هو بيعمل نوع مختلف في الحراك صحيح للتصنيف بالاضافة ان قبل كده يمكن كان فيه مجهود ما كناش بنبقى أخذين بالنا منه قوي ما كانش بيبقى فيه اهتمام بالنشر الدولي يمكن لما بقى فيه اهتمام بجودة التعليم ومعايير الجودة والنشر الدولي ده اثر بشكل كبير قوي على جودة التعليم واثر كمان على ترتبنا طبعا يفنم لانه هو مهمة الكلية والجامعة وعضوها التدريس التلات حاجات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع فالتلاتة دول يعني كل ما حضرتك تنوعي فيهم وتجودي فيهم كل ما ده بيؤدي الى يعني الفايدة اللي تعود على المجتمع وعلى برة سيادة الرئيس في فترة من حوالي خمس ست سنين قال ان احنا اي جامعة جديدة لازم تتعمل لو كانت اهلية او خاصة يبقى فيها تعاون مع جامعة في اعلى مية جامعة حسب التصنيفات العالمية فده عمل قفضة بقى لانه مبقاش فيه اي دمعة بتتعمل دلوقتي الا لما يبقى فيه شراكة مع جامعة شراكة مع جامعة تانية وده يعني الحقيقة بيؤدي الى تنفيذ يعني الحاجات اللي حديثك اشرت اليها يعني طب الاهتمام بالبحث العلمي وتقديم اوراق بحسية احنا ده طبعا معيار بتعتمد كثير من تقارير التصنيفات الدولية للجامعات مدى اسهام الجامعة من خلال كوادرها ببحوث علمية منشورة سواء في علوم تطبيقية او نظريا الاهتمام هنا بالكدر بعض وهيئة التدريس شايفوا ازاي دكتور حسين وازاي بيتم يعني تهيئة المناخ ليه اسدتنا واعضاء هيئة التدريس ان هما ينتجوا بحوث علمية جديدة منافسة وتنشر في الدوريات العالمية بص حكا البنية التحتها دلوقتي بيتموجودة يعني الحقيقة يعني اي جاحد ينكر هذا يبقى مش تمام يعني البنية التحتها موجودة والبيئة متوفرة والبيئة متوفرة هو المطلوب بقى ان الناس الاسدزة او اعضاء هيئة التدريس عموما يتفرغوا لعملهم او على الاقل مش كلهم يعني نسبة منهم تتفرغ يعني تقعد في الجامعة من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 5 زي ما بيحصل في الجامعة برا ده يتطلب برضو بعض الامور زي مثلا زيادة الدخل اللي السادة عضاء هيئة التدريس مش لازم زيادة يعني مادية ممكن يبقى زيادة عينية يعني يبقى فيه مميزات تتعمل لهم بحيث ان هما يعني جزء منهم يقعد يشتغل لما يقعد يشتغل وعنده امكانيات بقى يعني يبقى البنية التحتها موجودة هو قاعد في مكانه الدخل بقى اللي هو الميزانيات اللي هي مفوط تتعمل علشان الناس تنتج ابحث على مستوى دولي الحقيقة ده بيحصل بس يعني نتمنى المزيد وده زي ما قلت الحاج واضح جدا ان احنا تصنفنا في البحث العلمي على مستوى العالم وصل تقريبا مصر بقى ال36 والأولى إفريقيا والأولى عربيا ودي في حد ذاتها حاجة كويسة طبعا طب نعمل ايه بقى علشان موضوع زيادة الدخل ده نحاول ان احنا نوفر من امكانيات الجامعة والدولة تساعد في هذا الاطار ويمكن الجامعات الاهلية والجامعات الخاصة بقى ترافض دلوقتي من الرافض اللي هي ممكن تساعد في هذا الاطار وبالذات الجامعات الاهلية اللي تبعى للجامعات الحكومية يعني بقى فيه تنوع دلوقتي فأتمنى ان شاء الله ان احنا نستمر في هذا الاطار دكتور يمكن من الحاجات اللي احنا بقينا نسمع عنها مؤخرا زمان كان دايما الشركات دايما تقول احنا مش لقين ناس تشتغل والولاد تقول احنا مش لقين شغل وكنا مش قادرين نفهم الحلقة المفرغة دي او فيه نقطة كده احنا مش عارفين ليه مش وصلين لبعض يمكن لما حصل نوع من انواع رابط ابحث التخرج وربط ابحث الترقيات بسوق العمل ومستجدات العمل الواضح اختلف خلص ما بقاش كل واحد بيعمل اي حاجة وخلاص بقت الحاجة علشان ابحث الترقي ما بقيتش بتتحطى على الرف زي ما كنا هو ده كلام مهم جدا يفندم ودي بدايتها ان انا اعمل اسد فجوة الثقة اللي موجودة بين الناس الرجال الاعمال والشركات وكده وبين الباحثين اللي موجودين في الجامعة دي بتتطلب ليه بقى لانه رجال اعمال يمكن بيلجأوا لخبرات اجنبية اكتر وعندنا في مصر العلماء يقول لك ده رجال اعمال دول هموم بس المكسب لا هو الحقيقة لازم يبقى الانتجريشن ده موجود وده زي ما قلت الحقيقة قبل كده من ضمن الخطة اللي بزارة التعليم العالي بتعملها دلوقتي حاليا بنحاولي سنة او سنة ونص الحاجة التانية بقى المعارض اللي هو ان الطلبة يطلعوا يبقى كلها عاملة معارض ويدعوا فيه كل رجال الاعمال والشركات والمصانع اللي موجودة في نفس المنطقة يستفيدوا من التلاقي والافكار انها تطلع فيه جهات دلوقتي المؤسسات في الدولة ابتدت تهتم بهذا الموضوع وابتدوا يحاولوا ان هم يساعدون في ان احنا يعني يحصل امتداد بين انتوا عايزين ايه من الجامعة عايزين كذا خلاص احنا ممكن نواجه الكلام ده النشر البحث العلمي الدولي بقى مهم جدا بالذات الحاجات اللي هي تفيد المجتمع احنا مثلا في جامعة القاهرة وفي الجامعات الاخرى دلوقتي في اغلب الجامعات بنعمل كل ست شهور حفل علمي نكرم فيه السادة اللي هم نشروا في مجلات متسجلة في داتا بيزنس دولية زي سكوباس وزي تايمز هيريد كل الداتا بيزين وبنديهم مكافئات طبعا تكريم ان هو بيطلع في الحفلة ده ياخد التكريم من سيد رئيس الجامعة وفي نفس الوقت مكافئات ايضا فده بيشجع حتى صغار البحثين وبحافز ليهم حضرتك اشارت منذ قليل الى نقطة في غاية الهمية فكرة المسئولية الاجتماعية للمؤسسات الموجودة في المجتمع لرجال الاعمال للمجتمع المدني وده منشوفه في المجتمعات متقدمة كتير جدا انه التعليم العالي بيش بس هي مسئولية الدولة او الحكومة الرسمية لكن لازم يبقى للمؤسسات الاقتصادية ورجال الاعمال دور كبير الى اي مدى التواصل ما بين وزارة التعليم العالي ما بين جهات المختلفة المؤسسات الكبرى اللي ممكن ترعى تخصصات جديدة او باحثين جدد موجود في الحالة المصرية حتى قريبا ما كانش الموضوع ده ماشي بالصورة المناسبة الحقيقة في ضوء الاستراتيجية الجديدة اللي بقالها بتتطبق بقالها سنة او سنة او نص دلوقتي حصل الكلام ده اللي هو التجمعات الاخليمية اللي بقول له حددك عليها فبالتالي مثلا شرق غرب الدلتا فيه بقى منطقة المنطقة دي مثلا بتقودها اقدم جامعة في المنطقة زي جامعة اسكندرية معاها بقية الجامعات اللي حواليها وبتشوف المجتمع اللي موجود في المنطقة دي يعني يتم التجنس بينهم انتوا عايزين مننا ايه ادونا طيب دعم واحنا ننتج الحاجات اللي انتوا عايزينها او نحط الافكار اللي انتوا عايزينها حددك اثرت نقطة مهمة جدا انه الدولة مش هتقدر تدفع كل حاجة فلازم الناس اللي هما موجودين في المجتمع الجهات اللي هي مستفيدة لازم انها تساعد ايضا من خلال دعم البحث العلمي جوه الجامعة سوى كان على مستوى التكليق يعني توفير الامكانيات اللي هي مثلا مطلوبة وكمان مساعدة في ان الناس دي تتضرب بره يعني ممكن جدا حد يسافر بره من البحثين يقعد شوية فترة ويكتسب الخبرة وبعدين يرجعونها بقية جدا وهكذا التعاون ده مهم جدا ومطلوب وزي ما حالك قلت العالم كله كده فاحنا واحنا بترينا نمشي في هذا الاتجاه الصحيح طيب الاسسن بتاع المجلة او الرقم الدولي التسلسلي بتاع المجلة ووجود كودز كيو وان وكيو تو وثري وفور لو حطينا معايير للنشر وقلنا ان احنا مش هنقبل غير بمجلات ساي مثلا انها كيو وان فقط او كيو وان وطو علشان نقدر نوصل مستوى باحثين انهم ينشروا في مجلات زي دي بتبقى برضو كلفة اقتصادية كبيرة الدعم اللي بتقدموا الجامعات علشان تساعد الباحثين انهم يشتغلوا شغل محترم ويعرفوا ينشروه اعتقد مرضود وخيفرق جدا حديك اثرت نقطة في منتغل اهمية الحقيقة يعني وكمثال اللي حديك بتقولي مجلة جامعة القاهرة انا شرفت ان احنا ابتدنا نعمل هذه المجلة في 2009 وقت ما كنت نائب رئيس الجامعة مجلة اسمها الشار او العلوم التطبيقية العلوم الأساسية التطبيقية الشار دلوقتي الامباكت فاكتور بتاعها بقى 12 والسايت سكور بتاعها بقى 22 مفيش مجلة في معلشي في الشرق الاوسط بما فيه ناس جرانا اللي حوالينا مفيش مجلة في الشرق الاوسط الامباكت فاكتور بتاعها اصل لـ 12 ومتبع علي ايه فندي من الامباكت فاكتور او تأثير الامباكت فاكتور هو عدد الاستشهادات اللي الباحثين في العالم كله بياخدوها من مجال بياخدوها من الابحاث اللي تنشر في المجال فانا مثلا لو انا في السنة نشرت 12 بحث وحصل لي استشهادات مثلا 500 بقسم 500 على 12 يعني ليها حزبة كده معادلة يعني بتطلع الامباكت فاكتور احنا اقرب مجلة لنا بعد اللي هي 12 دي اقرب مجلة لنا في الشرق الاوسط خمسة ستة مش اكتر من كده يعني فالحقيقة دي حاجة مهمة جدا ودي الجامعة بقى عملت ايه قالت طيب اللي هينشر في مجلة زي دي ودلوقتي المجالات كلها بقت تكلفت عالية يعني مثلا عشان تنشر بحث في مجلة بين 2000 وبين 3000 دولار فطبعا الجامعة المفروض انها تدعم الباحثين اللي عندها اللي بينشروا في كيو وان وكيو تو وبقت فيه دلوقتي في الترقية لازم الواحد عشان يترقى تبقى البحث بتاعته كل ما هي منشورة في مستوى عالي بيبقى ترقيته اسهل يعني فبالتالي حضرتك انا اخلي المجلات كلها بتاعتي دولية زي ما عملت في مجلة جامعة القاهرة وبقى فيه دلوقتي اكاديمية البحث العلمي الحقيقة هايمة بجهد في هذا الموضوع يمكن اغلب الجامعات دلوقتي يبقى عندها مجلات علمية دورية الصدور ويمكن الدورية دي بتفرق جدا فيه الرانكينج بتاعها وفي التصنيف بتاعها طبعا وفي نفس الوقت لازم اعضاء الهيئة التحرير في المجلات دي يكونوا علماء الـ H index بتاعهم عالي والـ Citation بتاعتهم عالي الـ H index هو برضو حاجة زي الـ Impact Factor اللي هو انا نشرت كام بحث والبحث ده جاب لي كام استشهاد من مجلات اخرى فبالتالي كل ما عملت كده وكل ما انتقيت الـ Reviewers وكل ما خليت الـ Reviewers يبقوا international مش مصريين بس او مش local بس كل ما كان بقى فيه شفافية لانه برضو ساعات الناس بتتخيل ان الحاجات دي ممكن يبقى فيها وسطة او مجاملة او حاجة انما لو انا خليت الموضوع كده يعني واضح بيبقى مستوى ده بيرفع مستوى كمان يا محمد اللي جان التحكيم اللي موجودة المحلية كمان يعني طبعا مهم هو لازم بقى فيه مسج بين الاتنين بالنسبة للنشي الجامعة نروح للقطاع مهم جدا وعايز اركز عليها الكلام حدثك في وقت الاهمية فكرة خدمة المجتمع واحنا عارفين دايما انه في اي جامعة فيه نائب رئيس للجامعة بهذه الوظيفة بهذا المسمى خدمة المجتمع لانه في النهاية الجامعة جزء غير منفصل على المجتمع ده هو في قلب المجتمع وتطويره سؤال لحضرتك هنا الاستاذ الجامعي ازاي اطور مهاراته لكي يكون شخص فعلا خادم للمجتمع يقدم فكره للمجتمع بش بس فكرة البحوث الترقية المدرس الاستاذ مساعد الاستاذ انه يبقى حبيس يعني زي ما بقوله كده المكتبة بشكل نظري ازاي اعمل ده وافعله الفترة المقبلة لانه لو نجحت في ده هدفع المجتمع بشكل كبير او الامان انه هو يبقى جزء من اهم من من تر ايكتو يعني او المعايير اللي على اساسها بنحكم عليه انه يترقى انه لازم يقدم هو عمل ايه لخدمة المجتمع ايوه ودي مهمة جدا ودي مش بس بحث نظري منشور لا حتى لا لا يعني مجرد هو مثلا يعني مثلا طبيب راح يشتغل هل راح يشتغل في وزارة الصحة هل قد خدمات في مستشفات وزارة الصحة مهندس هل شارك فيه اي اعمال اللي لها علاقة بخدمة المنطقة اللي هو موجود فيها الحاجات دي كلها يعني هي موجودة في يعني معايير الترقية ولكن لازم تزيد اكتر من كده شوية زي ما حداك قلت ولازم يبقى فيها نوع من الحسم والشفافية في هذا تبقى واضحة يبقى ليها معايير تقدر حداك تئيس بيها مش مجرد بس تقول انا عملت وسويت يعني ده مهم جدا وبعدين وده برضو حراك زي ما قلت الحراك التجمعات الإقليمية اللي موجودة دي هتساعد جدا في ان ده المسجد هيحصل وكان فيه افكار زمان انه يبقى فيه استاذ لكل مصنع يعني يمكن كان فيه حد من استادة الوزراء السابقين يعني انا اتذكر انه كان عمل هذه التجربة انه هو يعني ايه بقى فيه يعني مثلا مصنع فيه دميات يعني بيشتهلوا مثلا في الاساسات يبقى فيه استاذ من الكلية المسؤولة عن كده يروح متابع فيه في هذا المصنع ويتدرب فيه ويعلم ويتعلم يعني هو يعلم النظري ويتعلم منهم التطبيقية العملية بالظبط كده يمكن ده واحد من الاسباب اللي برضو بنتكلم انه هنا حصل فيها طفرة انه خدمة المجتمع والبيئة المحيطة يعني اعتقد ان الجامعات تخصصاتها بتختلف من كلية لاخرى حسب طبيعة المحافظة وحسب طبيعة العمل اللي بيعمل به ابناء المكان اللي موجود في الجامعة يا دكتور حسين خالد وزير التعليم العالي احنا شرفنا وسعيدنا بوجود حضرتك معنا النهاردة شكرا لوجود حضرتك معنا نورتنا وشرفتنا في صباح الخير يا مصر النهاردة وقدمتنا رؤية كده واستراتيجية خاصة بتطوير التعليم الجامعة في مصر نورتنا فن ده شرف كبير لي وصباح الخير يا مصر ده برنامج يعني اهم جدا وحضرتكو يعني نورتنا شكرا